مراد هنا العالم الفيزيائي والنبوي مراد كنا تكلمنا في الحصة السابقة عن مسارك ودراسة دخولك المعتارك السياسي ونخراطك في الفيس لما كانوا الشيوخ في السجن وخروجك من الفيس لما الشيوخ خرجوا من السجن يعني هذه تعبير من عندك انت وشفنا انه دخولك للسجن الفيس انضمامك اليه كان بطلب من اخوان مناظرين من جبل الاسلامية الانقاذ بينما كان طرف اخر ضد هذا الانضمام خاصة انك توليت مسؤولية المكتب التنفيذي في الخارج من سنة 2002 الى 2004 وهذا سبب لك كذلك مشاكل خاصة نحن عامين هدوما سبولك مشاكل كبيرة مع النظام حيث تمت شيطانتك من طرف النظام اه اتهمت بانك ارهابي اه الـ CIA عن مخابرة الامريكية بطالب من الجزائر جات بش تلقي عليك القبض في سويسرا بتهمت انك كنت تحذر برنامج نووي للقاعدة يعني سبولك تهما شابة بش على الاقل امريكان مشي الجزائر اللي راهم ورا اعتقالك اه ولكن قبل هذا اني حتى السويسريين اللي يعرفوك مليع وانك كنت انت باحث في اه منظمة دولية الفيزياء اه ولو شا فكي رهابي وسحبوا منك اه لجوء السياسي واثاق الاقامة ماشي غير انت بارك سحبوا اكليك وزوجتك والاولادك وصبت راك في وضع حارج ثمن كما هذا غالي شوية اللي تفاتوا هو طبعا اني فيه ثمن اه ممكن كمحطات تاريخية انا نظن اه تقريبا تلاثة وتسعين كانت الحملة اللي دارها معروفة وقتنا ذاك اه 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 شارل باسكوا اللي كان عنده موقف يعني بذيء وانا دين كنت احمد الله انه هو اللي كان كان عنده شيء باتصال وقلت كذلك من باب هذا الكلام اللي ما نشدش الثاني قلت له واحد يمثله قلت له ان شاء الله انتمنى هو اللي يتبهدل ويسجن في بلده والحمد لله كان ذلك يعني لايتي كونداني وبر يعني انسان قادر حتى في بلدان افريقية كارواندا كان عنده يد خبيثة هو استفاف ايديولوجي ايديولوجي مليح يعني نسموها ذاك التيار الفرنكوفوني او الفرنسي موشي فرنكوفون فرنسي ذن اليمين المتشدد خاصة انتوجاه الجزائر ومسارها فطبعا دار حملة ضد كيما يقول هو يتوزي لتام جو في تطابي كوت بيه دان لا فرنسي مليح وبعد تقاطس الجزائر اللي بوركي نفازه كيما يقول لك قط برك اللي ما عجبوش اضرب وكنت انا وقتها من الناس اللي يتقاسرونها ما شدونيش وقتها كنت في صفر شدو زوجتي وهذهك مبعد كنت قلت لهم يعني حتى يعني تكلموا على حق الانسان انا بحثتوا عليا نفهم وزوجة المرأة لاش تشدوا فيها لكذا فمشيت كتحدي كالبعض من الاخوالي قالوا لي انت مجنون وشوية كرة كتلعب بروحك مشيت دخلت لفرنسا وقتها اللي انا كانوا منعوني في هذا الوقت هذيت اواخر تلاثة وتسعين بداية تلاثة وتسعين دخلت وبالعاني باش يشدوني وشدوني وكان كلام خشين يعني معاهم ومباد كي ما القاوش اشياء من الموسى وصلنا الكلام كبير يعني انا بالنسبة لي اغضبت وقتلهم انتو ما ربما ما زال ما اخرجتوش من الجزائر في الاثنين وستين لكن الجيل تعابي والشهداء الله يرحمهم خرجوكم من بلاده احنا ما زال نكملوا المسيرة نتاعنا وتخرجوا من بلادنا بالشي اللي يبقى لكم فوقعوا واحد الجوم كهرب جدا وطبعا تهديدات كبيرة يعني وصلوا حتى واحد منهم قال لي قال لي نصفوك بالكلمة قال لي تديروا نجي نهارو نعطوك وتشوف كونية خاصة انك تمشي تواجههم وتقول لهم هاد الكلام هدا ومتبع انك حتى غيطاء سياسي لا منظمة دولية راح تحميك ولا حزب سياسي راح يحميك ولا جهة ما عندك حتى حماية شوف هو كين مرات اكيد اولا كين عامل السن مرات الشي اللي يديرو في عشرين ثلاثين سنة بلك ما تديروش كين تكبر هذا كين عامل كين عامل اخر اللي هو حقيقة انا الصدمة كانت لديه على الشي الجرافة الجزيرة كانت حقيقية كانتش حساب سياسي ما كانتش مراوغة لارضاء طرف عن طرف الشي اللي كنت في قلبي نخرجه ونقوله وقلت ما نحسب شوش راح يجيب وجاب كين ما يقوله خذيت خذيت المطرق فبعد هاد العملية الفرنسيين قالوا لي منعوا كنت مازال اشتغل في المعهد النووي الاوروبي على الفور منعوني للدخول لاسباب طبعا المخابرات الامنية اتصلت من الملعه مع هاد النووي قالوا ارى عندكم كارثة جاتني رسالة قال سيموراد درفت قشك الفرنسيين نفس الشي انا اسكن من الناحية السويسرية بعثوا للسويسريين قالوا لهم ارى عندكم ارهابي ارهابي كبير هذه سويسرا بلد معروف يعني ما تمثلوش الامن التاعو كان مراقبة امنية طبعا بعد بالادلة وكذا كبيرة لكن كانت شوية في صالحي توجه سويسريين لان يبقى سويسرا دولة صغيرة تحافظ على امن هذا اللي نسميه هنا موش مخابرات هجومية سويسرا مش حابة تدخل في شأن الجزائر ولا فرنسا عارفين ما تختل ما تمثلهمش ما تمثلهمش قشرة في بلادهم ما تمثلهمش سمعة بلادهم هذيك يولوا قباح لكن موش راح يجي يفرض اجندا كما مثلا المخابرات الفرنسية تدخل في في الجزائر ها الامريكية نفس الشي فالسويسريين حق جوني بقوة جاءت امنية قالوا لي شوف احنا اذا تمثل شعرة في هذا البلاد كما يقولوا بالعامية نرحوك قلت لهم انا شوف انا كلام كلام واضح يعني مش شي تاع قلت لهم اودي شوف انا مش مجاملاتا ولا خوفا منكم انا مانيش راح نضر اي بلاد مشي سويسرا ولا حتى فرنسا صح يعني حتى وكان من السورة ايه قلت لهم انا مانيش لهذا الشي انا عندي مشكلة تاع ظلم في بلادي وقفت موقف وكان دول كبرى مش دول حكومات غربية ممليح خضات موقف سياسي اللي دمر بلادي ورايح نواجهها سياسيا انا مانيش من النوع لان اولا لا اؤمن بهذا الاشياء الساذي جاي واحد يروح يتعدى على امريكا ولاك ماش هذا الطريق يعني حتى كتاكتيك ماش شي ناجع خلي على الامر الاخلاقي فقالوا لي خلاص مالا رانا نعسو وتغلط كما يقول بقرام لكن قالوا لي وهذي اللي يعرف تاريخ سويسرا هدام سياستهم يشدوا العصاف الوسط خلال الثورة الجزائرية القادة على الثورة كثير مشاول ثمة فخامته عبدالعزيز بوتفليقة كان نفوت سنوات ثمة البلد حق عنده شي من ال اذا ما متعدتلوش على مصالحه وكان عندك مبرر للوجود عنده بماش يخليك يروح يجيبك انا كنت متنساش كتبك واقتي كنت استاذ في اكبر جامعة سويسرية يعني هما كي قالوا لي قلتلو ما ادينا سويسرا ما جيتش نطلب عندكم انتو ما جبتوني وحقيقة يعني انا ما كانش حتى في بالي جاوني من الجامعة السويسرية قالوا لي ارواح نجيبك تخدمي عني قلتلو ما كذا قالوا لي ارواح وخلاص جيت فهما عارفين هذاك شي قلتلو ما انا ما جيتش حراق لبلادكم ولا طالب لوجو ولا انتو ما جبتوني قالوا لي نعلم ذلك قلو ما لكم عارفين المحي قلتلو ما الان انا ما عنديش بلاد وين مشي قالوا لي تبقى الى اشعار اخر لكن ما نعطوك حتى ستاتيو ونصي العائلتك اي العائلتك مش شي ونعطي حتى بعض الاشياء قصص الاولاد مثلا يقرعوا في مدارس الحمد لله قرعوا وكذا اصبح عندي مشكلة معاش لقيت عمل كما يقولوا باش نوكل ولادي عمل بسيط ما نذكرش ما هو وانا مستعد حتى ان نقي الشارع باش نوكل ولادي بمال حالا لكن ابنائي مثلا في مدرسة مرات عندهم هدلي صورتي يدوهم للخارج يحوسوا يجب يخلصهم لا هما هي يتكفلوا المدرسة اني لا لا عم سعز مجواز لكن الشي اللي يسرعوا من كتين مرتين وثلاثات جاوا ماشين يشدوهم في الحدود مساكن نزلوهم طردوهم تصور الطفل عنده ثمان سنين ولا عشرة مما مش فهم قاوشك تحكي راح كولوني في الحدود الفرنسية قالوا له هذو ما يدخلوش على جلب باباهم فيجي طفل مسكين يبكي وبابا ما خلاوني يجوش كاي وش قالوا لك اجيني اذاك المعلمة يودي وش قالوا نعلى جالك قطلهم يصبروا لله طبعا للاطفال هذي تصدمهم موش فاهمين يعني ذري ما يفهمش السبب وبقى العمر كذلك في سنوات طوال والحق حتى الابناء والزوجة ما تسوات وضعهم الا تقريبا قبل خمسة سنوات طيب شوف هذا مورد لانه في الحلقة السابقة كنا تكلمنا على السياسة هذا كله الثمن هذا دفعته لانك تخليت على المنصب العلمي الكاريير سيونتيفيك تاك ودخلت السياسة وقلت لك انا يا انت شفت السياسة صفا ونقا وكذا انا قلت لها السياسة هي كذب وطبلعيت وتحايل وكذا انت قلت لي لا مانيش موافق وعطيت لي مثال ناس المانديلا ولكن يا موراد ناس المانديلا ما هو سياسي ناس المانديلا مناظر المناظر ما يحسبش وهذا يلا نشوفه في انترك انا اذا كان هذا التعريف ولا انا مناظر من الشعب البسيط لا ادعي اكثر من اي لا لا ما نحسبش الى يومين ما نحسبش نظري يمشي يدفع الثمن لا وما يهدرش اما السياسي لا السياسي قلنا السياسة تتبنى يروح للعصر وروح للعصر هو الكذب فيه التحايل فيه الهفان سمعت ما يعطيكش الرسمي يتغير المواقف يقول لك كين ثابت وكين متغير المناظر ما عندهش ثابت المتغير انا انا ما عنديش هذا التصور فلذلك مثلا كثير من منرات كين عاود نشوف المسار بعض المحطات ربما لو كان راني مت ما يعني صراحة هذا ثمن لكن من بعد فيه نظرة كل واحد عنده ضامير وعنده كين ما يقوله نظرة فلسفية في الحياة انا قلت المسار انتاعي في بعض المحطات كان كين ما يقول الدنيا مفتوحة بكل مصرعيها الحمد لله بفضل رب العالمين كملت حتى دخولي مرات كنت اراء تيسير من رب العالمين يعني واحد ما يقولش بقفازتي ودرت دخولي لأكبر جامعة ممكن في العالم لو اسألتني عام من قبل ما كنش عارف وبصدفة انا احكي لك اني ممكن كانت تطارفة كان بعد المساشوسط ايه انا اتقيت بواحد اسمه سامويل تينغ هو جائز نوبل في الفيزياء في محاضرة تكلمت معاه كان احضرت فقال لي وش اقدير من جينتال جزائر تكلمنا فيزياء ولا كذا قال لي اروح تدخل معايا في الفارق وقلت له وستحكي قال لي اروح تدخل مشيت باش نضع ملف مشا معايا هو قال لهم هذا يدخل اليوم يدخل معايا علاش كان واحد يقول لك ما اوش بن عمي سيد امريكي صيني ما عنده علاقة كمالة بورس كمالة منحة بهذا التاريخ فلذلك ان هذه الاشياء اثرت فيها من الناحية الروحية قلت الشي اللي تمشي فيه بصافة ربما ربي يفتح لك ابواب مرات ما كوش تحسب لها وقد يكتب لك رب العالمين اشياء تاخذ المطرق لشيء امن بقدر لكن الاهم من كل ذلك كوش هو تمشي بنظافة ومرة نقول لك انا عندي كلام قلت واحتمت كلمنا على السويسريين الشرطة مرة تقالوا لي وانتا وكذا قلت له شوف انا كلامي نقول لك اليوم نتلقى معاك بعد ذا ربي يطول لي انت وانت الحياة انتا كشرطي وكمسؤول امني تلاقيت بين قوسين اللي استجوبني هو الكيفالون تاعة توفيق سويسري باش كله تفهمي فطبعا بكلام قاوي وكذا وقلت له بلك اذا طول حيث اتلاقاه بعد عشرين ثلاثين سنة اذا ما متش ولا انت قلت له الكلاب اللي راني يقوله لك اليوم ما نغيرش منه باذن الله جرام وتلاقينا قبل بعد عشرين سنة وقال لي احترم فيك على الاقل هذا الشيء اذا ما نوفقكش في اشياء تصور بلادك لا يسهل عليكم يقوله تعرف الراجل المتهمني قولك انا يهمني مصلحة بلادي وما نش ندير معك العاطفة لكن قال لي احترم فيك على اقل لهذا الشيء الشيء اللي قلت ولي قبل عشرين سنة هو نفس الشيء من سويسرا كانت توقف مشاكل معا فرنسا بقى تبقى فيك وهنا نوصل لنا حتى جد مهمة في حياتك توقيفك من طرف السلطة الفرنسية وسجنك لمدة ستة اشهر انت كنت عارف باللي الفرنسيين دارين عليك لايح توقيف ولايحها جاي من الجزائر وعليش غمرت هو ثاني ممكن تدخلها في خائنة مطار نظن نعم وتقدر دخلها في خائنة انا اقول لك صراحة عندما يكون عندي موقف امشي ولا احسب ممكن واحد يشوفه لا ترمي اروحك في فهم بظف هذا ما قيل لي حتى في بعض اخوة قال وراك قدرتها بيدك انا كنت عارف بالمذكرة لان اعلاش كنت عارف طريقة قانونية هي المذكرة ارسلتها يعني قانوني انا عارف والكل شي في مخبر المخابرات لكن محكمة سيدي محمد دارت لي تهمة وش هي هذا التهمة تكوين جماعة ارهابية في دولتين في الخارج وهما سويسرا وزوريخ زوريخ للدولة معليش وصلت هذا المذكرة للسويسريين طبعا بطلب وقف هذا السيد وسلمهن استدعاني القاضي السويسري مع الشرطة قالوا لي راجعت مذكرة وحنا لازم نبحثه فقال لي اولا طبعا استجواب هل انت تعترف باللي قمت بعمل ارهابي في سويسرا تبسمت قلت له وين قال لي في سويسرا قلت له وين ثاني قال لي في الدولة ثانية يقرأ واسمها زوريخ بديت ان تبسم وهو ذالي تبسم قلت له على شك تضحك قال لي انا اللي نسأل مش انتا قلت له ما قول لي برك قال لي بو دولة زوريخ ما نعرفهاش قلت له قضية الامر قلت له الجريمة عندما ترتكب لازم لها مكان وزمان يعني باللي انتامه ثاني سيعبوت قتلت فلان يوم كذا في باريز في الشارع الفلاني قلت له بصحي دولينا في هذا المستوى المنحط عملت عمل خدمته في الارهاب في دولتين واحدة واسمها سويسرا ووحدة زوريخ قلت له تكا قاضي تقبل هذا الكلام دار هكا الملف قلبه ما عنديش هاضرة معك ورجعوا للصلاة اكثر من مرات سرى هذه وصلوا الجواب الرسمي القاضي الجزائري باللهج ديبلوماسي قال في اطار القوانين الدولية والقانون السويسري لا يمكن ان نرد على هذا الطلب رسميا هذي مع السويسرا ثلاث وقالوا لي نفس الشي باش نكون نازيه السويسرين قالوا لي احنا هذي سويسرا لكن اراها ممكن دول اخرى طالبك وانتا راك تعرف سوال حك والله يسهل عليك احنا منح موكش لانه مكش لا سويسري لك حتى مقيم طارقة انا عندي ورقة انا كنت كل ستة شهر روحي يمضوا لي فيها باللي اراك تقدر تمشي في الشارع مكش مقيم تمشي يعني مكش حراك مكش حراك باللي نعرفه يكون والشرطار على بلها ونشوفهم بعد ستة شر كم من سنة دامت هذ الوضعية تمشي بورقة كل ستة شهور تمشي دامت 14 سنة ما شاء الله ما شاء الله انا وضعي سوية باللي عندي يقامة طبعا قضية جنسية انا ماني طالبها وماوش يعطي يعطيها لي على بالي مانيش كم يقول مانيش طابع ووجدانيا انا جزائري وبس يعني هذا ما كان جزائري بي ولا بدون جواز اللي منعتني منه بلدي نظام لمنعك نظام طبعا السلطات اللي فانا كنت عارف فيه مذكرة بحث ومرة لسبب تاعت انا قولي انا بعد ما اخرجت من الجبل الاسلامية رسميا بقيت في حق ذات ثلاث سنوات والاربعة مع بعض مجموعة من الاخوة طيبين نتكلم كنا ناخذوا سنتين ثلاثة نفكر في حل الجزائر وبعد حقيقة الدراسة للامور فقبل رانان تناقشو كان مرة عندي لقاف في فرنسا مع بعض الاخوان اللي تلاقينا كثير من الاخوة فجيت لفرنسا وعارف باللي كان هذاك الشي فانا عادة كنت نمشي لي اسباب حتى مادية نمشي في القيطار في السيارة مرة جاء بالقيت تذكيرة تاع الطائرة ارخص من القيطار ويا عادي قلت وضل الاسي دي نوفر نمشي في الطائرة المشكلة في الطائرة يعني القوائم تفت على الشرطة فانا في المطار جاوني الجماعة الشرطة الفرنسية قال فتفلان وانا عارف قالوا لي هدي عندنا مونداداري ذاتك اهلا بركة الله فالبداية تعرف كذا وهذا من الجزائر والمونداداري وانا من كونفنسيون ديكسيون احنا لازم نرثو شدوني وقالوا لي بان شوفو اسك اول شي اسك الجزائر ما زال تلح باش كذا بسك سلمو كل الجزائر بعد ساعة ثاني طبعا انقار دافي قالوا لي الجزائر قالت لك لازم تعطوه من ناحية القانونية واذا عندي اجراء قالوا لي طبعا تفوت تمام محكبة في فرنسا في فرنسا كذلك اللي يفصلتم البداية جاوني الجماعة يعني الشرطة السياسية في فرنسا بان بو تسكوتي قلت لهم نان جامع سا سين بروسيدور جوديسيار اي سي لا سول شوز نتعامل معكم كالدولة فرنسية الشي السياسي ما عندكم لا دخل اولو انا متهارد كما اقولوا بالعامية مع ابن عمي وخويا انت ما دخلك اخويا انترك تضلي قانون وصح جابوا قلت له ممشي على القانون تمشي امام القاضي والوكيل الجمهورية ممسيو سي تنتغي بو غيسكي غوب التهديدة قلت له فاتس كو فولي قلت له ما عندي حتى اعضرها معك يدي البروكورور نعضر معه قانون انت انت تريطان جزير حاكمين عليك بشرين سنا حاكمين علي واحد السلسلة عشرين واقل واحدة مؤبد والله ما نعارفها كلها يعني واقل واحدة مؤبد بحكم المادة تعلمتها بعد سبعة وثمانين سبعة وثمانين بيس للإرهاب في الخارج لانا ما يقدرونش يقول له كنا في الخارج وهذي يوم يستغلوا وضع بعد 2001 الجزائر عرفت كيفاش تلعب باللي الغرب تقول له إرهاب تقوم القائل شدوني وبقى الان مثلت امام القاضية كانت واحدة تتابع طبعا سوجنت في السجن لا سنتي مشيت كارتي وشفت كثير من الأشياء كنا ستة في سنو لا هذا مسكين بائع مخدرات هذا شاب جزائري متوهم ثاني بالإرهاب ربع سنين عمره ما شاف قاضي في فرنسا هذا فرنسي هذا واحد كان معنا يهودي قتل وجادوا خرجوه قدامنا قالوا انت عندك وشفت كثير من الأشياء الطيب بالصوبة بالكذا وإلى آخره لا سنتي هي معروفة لا سنتي عندها تاريخ كباقي والسجن اللي الناس يتعرف في السجن ومحبسين معك شوف فكير هاب كثيرون طبعا كل واحد كيفه وانت واحد يجيب لي آخر جد في الجريدة وانت واش قاضيتك وكل واحد وفيه جوتع سجن الناس اللي مرت بهذا المرحلة مع القاضية جاه الملف الجماعة قلت له ودي قلهم يسرعوا يعطيك قلت له التقبل يسلموا قلت له لا لا سرتو فرنسا أنا ما تسلمنيش تانها اللي حاب ندخل ندخل بلادي وحدي بسعباش فرنسا تعطيني لتزاير ان هذه ما تدخليش أنا فرنسا من مجاهد قلت له قلت له قلت له قلت له قلت له ميونغيز قلت له إذا درتوه بالذراع أنا اضحكت قلت له جاو كان سوسي والإخوان حق ما قبلت هاش ذاك الوقت جابوا واحد الصورة تاعي ثوروها خلصة في المحكمة وأنا تبسم قال لك تبسيمة موراد مع تبسيمة ابن مهيدي حاشا أنا ما منحبش المقارنة الرجل رحمه الله في مقام أنا لا في مقام كي ما يقول راني نلعب مع المينيم والسيد كان مع فلا برمير ليغ يعني ما لا لا لكن وقلت لحال إخوان ما عجبنيش أنا قلت له ما تخثروش أنا راني مهما كان أنا في فرنسا ما رانيش تحت التعذيب راني في سجن قبيح وشفت كل شي يعني باش نتفهموا مليح السجن والسانس برو القاضي يقتل طيب الان وره الملف قاتلينا طلبنا من الجزائر الجزائر طبعا في ورطة الدوسية باش تبعث يطولوا ومبعد غلطوا في الترجمة ومبعد السفارة كانوا يمدوا ونفهمتها ذاكرو بللي ما على بنا مش حين يسلموك خطش الملف كي ما قلوه بالعالمية فارغ لكن أعطيه كي ما قل الليلة ليفوتها في السجن خليه كشمة داع انتقام ابتنا كذا اشهر يجيب اشهر ملف ترجمة ما ما جاتش كذا كذا نهار تالي كي جا الملف الحقيقي جاني البروكورور اللي هو البروكورور دلاريبوبليك فيرنسي 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 جا قل اللي هو جاني الدوسية الان الان لازم دي اللي كتاحيق و باش نشوف باش نشوف باش نشوف باش نشوف 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 لكني كنت مجددا قليلاً أنت نفعل Donc لا حسناك نحن نجد أن ما تقالوا في الأعجاب رعاكم لا لا مجددا مجدد أنسيك goat سيكون أجل ما أعجب مجددا سيكون السياسي و سيكون أعجباً سيكون يتونك مجدد أنسيك اشتركوا في القناة hatiha ذ عدد عادة تنتج م م ه وا ج ك ه ايضاً التعالي على المشاركة. عندما تعلمت حتى 원래 كيف عقدي كان الأمر في نهاية قال يحيسون أنه يقولون أيضا في الوحيد المرحاني ويقيف نحن نحتاج للسجل بالأromяниي هذا إن كان سيدي شيء تقولون فتلك بمدرسة كما نحن أن أكون من أنت سابع التي تقول بسبب الأنجاز بالحبس. Autant je suis profondément blessé qu'un juge français, avec tout le respect que je vous dois pour la cour que vous présidez, donne ce verdict qui est minocente un 4 juillet, qui est une date si symbolique pour mon pays, pour dire que la justice de mon pays est ubuesque. Ça me blesse profondément. Et j'espère ne plus avoir à faire face سكتت وقالت لي بوم. ما زادتش كل ما. وخرجت. طبعا بعدها الجماعة النظم تعال النظام هم يشوف عندهم واحد المسار وتربوا على هذا الشي. قال لك كل واحد يتشرا. باركش حال يسوع. لانه ليتشرا. هي. يحسب الناس كام ليتشرا. هذا هو المشكلة. فكانت محاولات اه للاتصال خاصة في ما يسمى مرحلة هذي قبل للسجن مرحلة المصالحة. وانظن هذي خلوهم جدوا يحقدوا. لانه تهمة ارهاب في سويسرا وزوريا كما يقولوا. لسي محبطة راك تفاهمت مع الارهابيين اللي تسميهم تا ارهابيين. اللي يضربوك بالسلاح بال بالدليل. راك تفاهم معهم. راك تا راهم اصبحوا شخصيات وطنية. ويستقبلوا في مراد مسكين. وش دار كان وش كان حرق فرنسا ولا حرق سويسرا. ايه وش دار وش يعني ليش هذي الحقد. انا عارف علاش. هايو كينسر. كينسر. في الفين وستة كي عندنا كانت المصالحة الوطنية. بعثوا لي وزير. شكونا للوزير. نذكره لما نذكر. اذكر خلينا احنا كلش في صراحة. مرة انا هكذا كلمني اخ اعرفوه. اخ ما ما اقول لها سياسي. قال لي يودي راه تصل بنا واحد عن طريق السفارة. كين وزير راهو جاي. جاي للخير وبوتفلي قارة ودار ومصالحة. وقال لك نعلو بليس ورانا خاوة خاوة وكذا كذا. شكونا قال لي يودي عالبليس كما يقولوا احنا تعنا. طيب كلي هاولي كالرقم. نكلم الرقم واجدتوه لقيت لي جاوبني قال لي انا مسؤول الامن. تعال السفارة الجزائيلة. السفارة الجزائيلة. هي مكالسفارة القنصلية العامة في 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 جونث. طيب مرحبا واش غير الخير. قال لي او كان معا اخ ورانا كذا وان شاء الله تعرف الكلام هذك تعال. غير الخير. قال لي نفوت لك اخ. كلمني كان في المكالمة سيا عمار غول. فطبعا اه كين عند الناس عندهم واحد النظرة السياسية يقول لك هذا اسلامي. وهذا مراد اسلامي. هو يهدر له هذك اللانجاج انتاحهم. ويقنعهم. فابدا. ابدا يا حصرها اهرانا في كلامتها عصر الخلفاء وكذا والوطن والدين والسيد الرئيس راه يقول وكذا. وحنا عارفينك وكذا وكذا. لازم تمشي في هذا المسار. قلت له شوف اخويا. قال لي نتلاقع وكت له ما انتلاقاش بك. سمح لي. انتلاقاش بك. لانه بيني وبينك. اول ما نعرفكش. لو جيتك جزائري انتلاقع في الشارع. مرحبا بيه كنت اخويا وماك. لكن باذا الصيفة ابدا ما انتلاقع بيك. قلت له وانا. قال لي واش راك طالبه. قلت له واني طالبوه. كيفاش. قلت له واني طالبوه وانا لي. قال لي وشنو? قلت له انا حاب حكم العسكر ينتهي في الجزائر. وهذه الكلام والمصارون على البليس. قلت له ابدا. قال لي ولمصالحة قلت له المصالحة تعمل. المصالحة اللي تقول باللي كاين طارف مليح وطارف مجرم ومتها دروش وكما يقولوا سامحوني على التعبير صحاب الدومين خلطها تصفى? انا لا. انا ماني طالب منك شيء. قال لي كذا وانا على البليس. قلت له لا. بعد جاتني رسالة اخرى عن طارف نفس القناة ونعلم بليس ودير كذا. الرسالة الاخرى شوفوها بعد الفاصل لانه كما قد لك مراد الحديث معك شيء بزاف بزاف. وما نشوفوش الوقت يمر. اذا ناخدوا فاصل ونعود. مشاهدنا الكرام اه مرحبا بكم في الجزء الثاني من الحلقة الثانية لحصة تاريخ مسيرة مع اه مراد دهينا العالم الفيزيائي الجزائري المنفي في سويسرا. حتى كانت مليح المنفى في سويسرا ولكن المنفى يبقى منفى خاصة انه شفنا انه كانت فترة وين مراد دهينا ما عنده اوراق جزائرية ما عنده اوراق سويسرية وبالتالي ما يقدرش يخرج من التراب السويسري لانه ما كان جواز صفر ما عنده حتى اه بطاقة هوية. وهكذا جعل النظام الجزائري من سويسرا سجنا لآآ مراد دهينا اكثر بعد ما جعلوا جعله منفى له وحوله له الى اه سجن. آآ مراد آآ نخليك تواصل لما كنت. نعم فكانت هذه الاتصالات فلذلك انا كنت باللغة يعني عن طريقة اخوة وكانت مرة ثاني يعني جالية واحد هذه المسؤول الامني في اطار نظر ان كانت محاطرة دارها لتسويق المصالحة وكان كان وزير عمار طو. جال سويسرا وباللي كذا. فطبعا انا كلمته قلت له اودي هذا ما صار غير مقبوله للأسف ما يديش الى شيء غضبه كذا وجاني هذا المسؤول الامني وعاود ثاني اودينا عالبليس وارواح وتدخل كما قال له وبالطاب يروج وعا. قلت له لا لا. قلت له انا مانيش نبيع ونشري معاك. انا حاب مصالحة اكيد لكن حقيقية. وخاصة تحول سياسي. يعني مش تقول لي مصالح. يعني اني مش طالب شي ليا. ماني طالب ولا شي. قلت له ما راني كيمان. يرغيو لك الاحكام. لا 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 قلت له ما اطلب قلت له اخر. و الى يومنا هذا باش نتفهمهم ليه. مهما كان المسار السياسي اللي رح يمشي في المستقبل. انا لا اطلب بالغاء الاحكام. اطلب بالمثول امام قاضي مستقل. مهما لما رانيش وحدي اللي يطلب بالمثول. لا لا لا. انا 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 ما اطلب ولا شي من السياسي. لان ربما عندو شي يتفضل. واذا كان مراد هنا يستحل يستحق عقاب بيط بحكم قضاء مستقل وفق القانون. انا ما ما اطلب مزيئة من اي واحد. خاصة هذه الصفقات السياسية انا ما نش مشي فيها. طيب مراد اه هذي سياسة. منت داخلها كمناظر ماشي كسياسي. تلنو كان مناظر وكان نعم. اه ما قدرت تقعد بدون نشاط سياسي. مع مجموعة اه رفاقك استست حركة رشاد. نعم. حركة رشاد هل هي حركة سياسية اه 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 معارضة للنظام. وتسعى الى اه حل ما حل النظام. ام ما هي حركة من فهمنا بش نور داخل. نعم. هو كما تكلمت قبل بعد يعني خروج يا رسمين جبال اسلامي الانقاذ. الفين وربعة. لازم لك بوتيكا سياسية. لا ابدا مشي دخلت في ما صارت حقيقة تفكير ومراجعة احتى ذاتيها في مواقف في كلام في تفكير عميق. اه ادرست عشرات الكتاب الكتب والمقالات وتصلت بشخصيات مفكيرين. كان واحد منهم اللي حقيقة كان سيندني حتى عندما سجنت في 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 فرنسا. اه الاستاذ شومسكي من ام اي تي اللي هو يعني قمة عالمية في في قضية الانقويستيك. ومواقف شجاعة جدا. الرجل يهودي. باش نعرفهم ليه. لكن مقارعة للنظام اسرائيل وموقفه مع فلسطين والقضايا العادية. هو ليسمي امريكا الدولة الارهابية. انسان حقيقة عملاق. فمنهم من هذا الشاكلة في قلت مسارات الجنوب افريقيا. قل عندنا تقريبا مع بعض الاخوة درسنا الموضوع عن عمق. تقريبا خمس سنوات. الى ان وصلت عنا نظرة مستقبلية. لتقوم على ماذا? ماذا? لخرجناه في مشروع حركة رشاد. حركة رشاد لا تصبوه للسلطة. ماشي باش تحلمها للسلطة. لكن كما تقول تريد تغيير جذري لطبيعة النظام. مش لواحد ولفنا. طبيعة النظام في الجزائر بالطرق اللاعنفية. واذا كان طرح جديد بالنسبة للساحة الجزائرية. لاش? اولا نتكلم عن الرقز على طبيعة التغيير الجذري للنظام. باش نصل الواش? الى نظام ديمقراطي شفاف الفصل بين السلطات. يحترم كل الطيارات الفكرية. يفتح المجال للمحاسبة على السياسيين. الى غير ذلك. حقوق الانسان المبادئ. وقلنا انا ذاك باللي هذا التغيير ما يجي الا عن طريق الشارع بطريقة سلمية. كثير من الاخوة حتى بناتنا واحد يضحك علينا. واحد يقول ما هواش تأثر فيكم غندي. تزاير مشي غندي. تزاير ما يفريها غير الرشاش. ولو كان ما تدخلش في النظام. ولو كان ما تدير حزب وتدخل في الانتخابات. احنا قلنا لهذا طريقنا. وبقينا نتكلم في هذا المسار مع جمعة مجموعة اللي اخوة معروفين الاخ زيطوت. كان معنا حتى اخ عسكري سابق. ابقى معنا لكن مدة ستة شهور وبعد نساحب لأسباب. نحن نقدر نقوله شكون. محمد سمراوي. اللي كان. كان ضابط في المخابقات. كان رأيت مخابقات. نعم. نعم. كان نشرف على مركز التعذيب بتاع شاتونس. نعم. هو هذي المفارقة. نعم. هو شوف. وقعها. كان يشرف على مركز تعذيب. يعني كان هو يعذب كان جلات. يدي اسس حركات كما تقل معنا. هو كين ناس اللي عابوا قلنا هذا الشيء. اولا احنا بيناتنا في الكلام لم يقول بل ينكر هذا الشيء. انا ما اقولش كان ينكر هذا الشيء. وكان رسالتنا وقتها عندها سبب سياسي. وهي اننا ما ناش ضد العسكر كاش خاص. او كان جلات. انا انا جايك. انا جايك. ما ناش ضد العسكر كاش خاص. ربما هو لمسار معين. اه. مبعد قلت كين اسباب ماش حام ندخل في تفاصيل تنظيمية. بقى ست اشهر في الحركة في الحقيقة. ثم نسحب. لا اسباب تخصه. وممكن حتى لا اسباب مبدئية. اه. اه. كان الاخ عباس عروال اخ المحامي رشيد مصلي. الى غير ذيك من الناس معروفين اليوم في هذه الساحة. وبقينا في هذا الطرح نتكلم عنه. طبعا منه النظام بعد بدل. قال اه هذي رشاد اسلامية. باش عارف باش يضع. اي واه. لزاكس ديو فيس كذا كذا. لانا ما بعجبهمش الكلام بتاعنا. خاصة في الخارج. الناس اقول لك اه بو سي لا نو فيولانس. دونك سا دو فيان بلوز اكسي طبعا. انا ما درنا ايش باش الناس تقبلنا. هذي قناعة فكرية. لاننا بعد تفكير معمق فهمنا باللي ان الانظمة المستبدة لا تدوم الا في جو يعني العنف وسيل الدماء. هذا هو التيران تحو. كيتخرجهم من هذا التيران ممكن يسقطوا. فابقنا في المسار والناس تتكلم وكان اخوة كان بدينا في نشاط اعلامي الى ان جاءت الثورات العربية التي طبعا كاللي يقول لك مفتعالة كي ما اكتوبر عنك سواء الكلام. لكن كهبة شعبية واحد ما يقدرش ينكرها. نتائجها تحقت ما تحقش انا بالنسبة لي اراح هتتحقق. لانا مسارات هذي تاعت تغيير قد تأخذ عشرات. لكن شيء جات لكن الصيغة كيفاش الناس باحتجاجات قوية طيحت انظمة. ساستنفي. اه ولكن من بعد عرفنا بالليجات الثورات المضادة. الناس قال لك ها مسار ورجع السيسي هالامارات تخدم هاي كذا هاي السعودية تخدم. كذلك كانت لنا شيء ممتاز في هذا المرحلة. لاش? كان اجندة قطرية كذلك. نعم. الدول. فيه دول عندها اجندات. واحنا ما ناش اغبية. ما كاش دولة اللي كيمي يقول ترعى مصالحك. الضامن للشرعية والاستقلالية هو الشعب التاعك. الضامن لامنك الوطني. الضامن لسيادة هو شعبك. ما كان حتى دولة تحب لك الخير. الدول عندها مصالح. ولا حبت دمرك. يعني احسن شيء عندها مصالح. وممكن تصل باش تدمرك. فلذلك احنا ما ناش اه وابدا ما كان عندنا مجاملة في هذا الجانب. وفيه يعني مصارات معروفة. خرجوا علينا باللي قطر تمولنا. باللي عندها علاقة مع قطر. كان جاء موضوع اخر. الكرامة. نعم. الآن كذلك كان تأسيس منظمة حقوقية. وقالوا هذه قطرية لكن الناس ما تشوف شا العمل. من مؤسسي كرامة كان اخ قطاري. الوحيد اللي سجنوه ثلث سنين في قطر هو المؤسس تانما. اللي الان. اللي لان على لائحة الارهاب. اليوم رام تحاجرين عليه. وال والامير القطاري دايروا تحت الاشارة. باللي شوف فيه هو مخرب. ليش اللي انا تمشي معي ناس كما مراد هنا ورشيد مسلير مشكوك في امرك. يعني احنا الناس اللي نعرفهم بقطر ياخذوا في المطرق. الناس هي غالطة. احنا احنا مرناش فيه مع الدولة القطارية. بالعكس. هذا المريح يجب واحد يوضحه. نعم. الدولة القطارية تشوف ناحنا خطر لان الناس اللي نتعابلوا معهم مسجونين ومحجر عليهم. في قطر. هو حط محت على لائحة الارهاب. لا لا هذاك مسكيني دا ما ضربوش بدرون قتله الامريكان انا مريح. اه. هذا نقول. يعني حتى هذا التهم بهلوانية. احنا نشوف قضية الاستقلال والاستقلال. ونقوله نفس الشي يعني. اللي عنده شي يتفضل. يتفضل يجيب يجيب كلامه. عندك الصرف. انا ما يتفضل يجيب يعني ما. لانا نقول لك حتى قد يتقطر الوحيد. يتقطر رئي 200.000 نسمات دولة سعيرة. عند الوحيد اللي ناضل الملك. للامير السابق. لبوشتها هذا تاميم. حمد. ودخلوا ثلث سنين للسجن. حتى تدخلت المنظمات وكذا. هو اللي كان عرض معنا في الكرامة مؤسس. الناس يقول لك التمويل تاع الكرامة. الكرامة مولوها ناس ضحايا. في دول عربية. وكان كثير منهم من السعودية. اللي كانوا علاش يمولوا الكرامة. السبب بسيط. كانوا احنا قيلة احنا كنت عاملنا مع العائلات. قلنا لو انتم تدفعوا اموال المحامين. ميدي روالوا في بلدانكم. عاونوا منظمة. ترفع القضية على مستوى دولي. وباسعار معنده علاقة. لكن هما. هذا الشي نعرف واشهد به. وقامت به. وثاني الكرامة. باش نكونوا واضحين. من يتاهمها انها مع اي دولة عربية. ضربة العرب كامل لها. روحوا جيبوا لي بلاد اللي تقول لك الكرامة. القطر. بو ما نتكلمش على ماصر وعلى المغرب لا تخذينا معاهم وكل. علاش? لان احنا ندافع على قضايا ناس معروفين. اللي دافع مثلا على الحراك في المغرب. على اخونا الزفزافي. قال كرامة. اللي دافع على الاخوة في ليبيا في وقت بوسليم تعلق دافهم والكرامة. في مصر. الخاشقجي. خلينا نقول هذا الناس قاعد دافعته. طبعا. في الامارات. شكون دافع? في العراق. في سوريا. في لبنان. في السودان اليوم. فاحنا القضية الانظمة العربية مع ان نحتموا جملها. هي اي اه منظمة اه حقوقية مش ممكن انها توجد دعم من الانظمة العربية. وحتى احنا احنا جعلناها في قانوننا مش قلية الانظمة العربية فقط اخويا هشام. احنا في قانون الشرف تعنا لا نتلقى سنتيم من اي جهة. مش مش حكومات. حكومات مطر. ودي جام انا كما اقول ما. كما اقول قاري دوفو غيذ. موش حتى اعطي جزائر تعطي للكارامة ولا سوريا ولا ما. لكن حتى جهة اللي ممكن فيها شبهة انها علاقة مع دولة. هنا كاي المرات. نعم. عارفوا لي تيكنيك. مش مشي. 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 امريكا طرم بالصحة. وليد خالت بنت عمو اللي عنده وزين في امريكا يفوت. لا لا. احنا نتحدى اي واحد. وباش نكون شي واضح. الضغط اللي الضرب اللي خذيناه ان الكارامة وصلوا حتى رغم يعني الان بونوك سويسريا غلقونا الحسابات. والان الكارامة تشتغل بمتطوعين. اكيش. غلقوا. هذي عندها. تقريبا سنتين. ايه. لكن الان سنتين بدأ الضرب. اي. لكن كملت الراسيتة. حالا نتخلنا معي متاق. وما زالت. وكذلك عنا ميتاق شر. وحتى في الخاز مقدورش تفتحوا راسيت. ما كانش. لا لا يعني محاصرة. علاش لان المشكلة اللي عندنا مع امريكا من ناحية الحقوقية. امريكا اللي يفضح جرائم امريكا تعال ضربات الدرون في اليمن هما الكارامة. مع صحفي كان يسموه الشائع. اللي كان صور جبل ادلة تعال ضربات. لانا مقبل كان يقول واحدة الدولة اليمنية كانت تقول احنا نديرو. يعني. ومن بعد صرات كارثة قصفوا يعني طابور تعناس في عرس. دمروا ستين واحد بالدرونز. كلهم نساء واطفال. جبنا الادلة وارفعنا عليهم تقارير لامريكا. ها قال لك ذو كادرتو لنا ذو كتشوفو. احنا قضية حقوقية من جمع له احتى واحد. وعننا من ميثاق الشرف ولا دولة غربية هادو خاصة امريكا وكذا. ناخذوا من عندها مليم. وطرحوا علينا باش يكون واضح. ها. ركيد. ايه. ارفضنا. لانا انا ما نقدرش نتلقى مال امريكي من دولة اللي تقتل في 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 ابريا في بلادنا. طيب اه موراد انت قاعد تنشط على جهتين. تنشط على سعيد حقوقي مع الكرامة ومضطهد. ها هذه منظمة مضطهدة الان وحطينها يعني في سيبلا كما نقولو. اه خاصة امريكا حطها في سيبلا. وتنشط على ميدان اه في الميدان السياسي ما خلال حركة اه رشاد. اللي احتى هي في سيبلا. نعتبرها انها حركة اسلامية. نعم نعم. هذا اله. نعم. وماشيين تنضع لكل حال حركة رشاد ما عندهاش مناظلين اه يعني بعدد اه اللي يخليها تبرز اه اه لا. انا مال كاين عمل اه اه فكري. اقول اعمل فكري. هو الان حركة رشاد عرفت. باش نكون ممكن مالاش نبوح بسر. عرفت النقلة نوعية تقريبا ثلث سنوات واربعين الوراء. الان تواجد حركة رشاد في الشارع الجزائري اصبح واقع. وممكن نقول لك هي ممكن الحركة الوحيدة اللي غير معتمدة لنا. حبش تطلب اعتماد. احنا امنية جزائرية دي عارفة. انا مانيش مبوح بسر. الحركة عندها تنظيمات في معظم ولايات الوطن. وشبابها مشارك مع اخوانهم الاخرين في كل الحراك بما في الحراك الحالي. الوجوه البارزة تاريخيا ما زالت في الخارج. لكن اكبر قوة الان هي في الداخل. يعني بدون اي يعني نقاش في الموضوع. الان حركة رشاد. اعليش احرجت هذا النظام? لان فتحت حوار جاد بين ما يسمى هذا الاستقطاب اللي كان يخدم النظام. بين ما يسمون اسلاميين ومن يسمون علمانيين. لكن حتى هذا الخط احنا مشينا ابعد. قلنا هذا الخط مفتعل. الان المشكل موش بين اسلامي وعلماني. الان المشكل بين ما هو نفعي مساند لحكم العسكر بالمفهوم لطيتو. يعني موش العسكر كناس. وبين ما هو اللي حاب مشروع وطني جامع وديمقراطي. وهنا شفنا خط الفصل القسم. لان الخط الاسلامي. وش رأى عندك فيه? عندك احزاب مولاد. عندك احزاب كلاتو شربت بس الاسلام. عندك احزاب شبه احزاب اللي تابع القوى كما السعودية. مثلا هذا الفكر المدخلي. اللي يقول ما تخرش على الحاكم. اللي يقول لك اللي يهضر في السياسة هذا لا يجوز. هو يهضر في السياسة. طبعا هو يهضر كي يجي هالامر تاع الحاكم. هذا هو. فلذلك انا من نظراتي كحتى الفكرية نشوف باللي دولة محترمة ما ما فيهاش دولة وزارة الشؤون الدينية. انا لو غدوة عندي حكم اول وزارة تنحية وزارة الشؤون الدينية. وزيدها وزارة الاعلام. بالضبط. بالضبط. لان الدين لازم يخدم من علماء ربانيين. من ناس يعني من 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 طيراز عبد الحاميد بن باديس اللي ما دارولوش وزارة. لكن الشارع اعطاها المصداقية. بالعلم بال بالاستنارة بالفكر بال يعني حقيقة لازم يكون في المستوى. طيب مورد. انت درك قلت لي اه حركة رشاد. كانت اه ماهيش حزب معارض. حركة تناديب بالمقاومة السلمية. نعم. ها. واليوم اه راهي متواجدة في الشارع. تباغي تقولنا باللي الحراك الحالي. اه نتاج نضال اه حركة رشاد. انا نقول اللي يقول هاد الكلام هاد والسياسة بالمعنى المنحط. الحراك الشاعي هو نهضة شعب. الان شحال ساهم هشام عبود او احمد بن فولان. ممكن ساهم. حتى انت مثلا كتبت كتاب لا ما فيا دي جينيرو. عند بعض شريحة من الشاب. فاقوا الاشياء. حركة رشاد قالت شي. احزاب اخرى قالت شي. شخصيات وطنية قالت شي. الحراك تعليس. حتى مناطق اللي كانت. النظام ما يظنهاش. على الغاز السخري في الجنوب. هذا شي راقي والناس دخلت الوعي. اللي حاب كي ما يقول يجبد لكو فيغتو فيغلوي. هذا عنده اطماع سياسي. انا ابن ما ندخلش في ذا اللعب. لا رشاد راهي هي فوق كل شي. لا رشاد صفر. رشاد ممكن ساهمت واحد في المليون. جميل جميل جدا. كغيرها. ولكن لا حد الان من ينش فاهمين مثلا وعلاش كل اعضاء حركة رشاد ممنوعين بالدخول. انت عليك احكام بالسجن ومونضى داري. في اخرين راشيد مسلي نفس الشي. راشيد مسلي نفس الشي. حتى هو ممتهم باليرهاب. ايرهابي كبير يعني. وايه ايرهابي كبير راشيد مسلي. انا. بينما نشوفوا ناس نخدموا مثال عشيد نكازي نحن نسموه الأشياء بمسمياتها يدخل جزائر ويخرج ويدير لهول ويقلب بالدنيا ويقلب بالشارع وشن الفرق؟ أنا طبعا عادتي من حبش انتقد الناس لكن باش يكون واضح لا سؤال فهمتم عشيد نكازي يقول لك الجزائر ديمقراطية فيها 85% ديمقراطية صغيرة 55% شوف هو باش يكونوا واضحين من ناحية السياسية لا بدون انتقاد نحب نعف الفرق من الناحية السياسية وخاصة الدولة الحقيقية اللي تحكم ولا الجهاز اللي يحكم الجزائر اللي هو نسموها النظام لسيستام هذا الأبوات نوار هي عندها خط أحمر خط الأحمر هو وش؟ أنك تطرح قضية شرعيتها هذا الأبوات نوار اللي نسميها جهاز المخابر أنك تطرح قضية شرعيته يعني تدخلوا كما يقولوا بالعامية في الديزويت هذا ما يقبلهاش ثانيا الجريمة الثانية اللي مفهمهم الجريمة اللي ما يقبلهاش هو كأنك تعمل على إنشاء تنظيم هو الشخص ما يخافوش منه يكون وش يكون؟ لا حتى رشيد نكاز أو دائر المجموضة جناس ما دارش تنظيم أنا تنظيم عرف ما أقصد هم عارفين الجماعة ما أقصد هو شيء مهيكل يخدم على فكرة سياسية وينضبط بانضباط تنظيمي للقيام بشيء وحركة رشاد عندها خط استراتيجي في هذا التغيير هما ما قابلينوش أنا نقول لك الشيء اللي مشينا فيه هو نتيجة تفكير عميق وعميق جدا فيه منطلقات فكرية قضية اللاعنف قضية طبيعة الدولة وطبيعة أدوات عملية كيفاش رايح تفكك هذا النظام وفي نفس الوقت تفكك هذا النظام ونقول لك الهاجس الأكبر اللي كان عنه إلى حد ما واحد يقدر يقول لك تفكيك نظام سهل بين قوصين بين قوصين يعني ما نشلنا لكن الأصعب هو بناء الدولة نظام يعني بشت فسد ولادير سهل والواحد المسؤول ما يحب شي فسد بلاده فذلك في عدة محطات احنا بعض الشباب يعني مساهمتنا القليلة عن بعض اللي ممكن نتعامل معهم نقول لهم السنة وحب سواج مع الآن هذه ممكن تدينها في منزلق هذه ممكن تدينها في منزلق لنا عارفين أنه وضع الجزائر خاص نحن نعرف بللي جزائر مستقلة ذات سيادة قوية كما يقولوا منكن بإذن الله تكون دولة ونص جزائر قاعدة تكون دولة ونص بالشعبها الرواج والتطور وكذلك في محيطها كما يقولوا ما يقودوهاش هي تقود ان شاء الله وهذه الناس ما وش حين يكرديونا كيمو يقول عم يخلوناش أنا لا أظن والخلام هذا ممكن راح يصدم البعض أن الدولة كفرنسا تفرح لقيام دولة قوية مستقرة وذات سيادة اللي تكون على بعد ثمانمائة كيلومتر على فرنسا بكل احترام لفرنسا احنا مناش عدائيين وحب الله الشر لكن هما فرنسا الرسمية فرنسا الرسمية نعم الرسمية اللي عندها فكر استعماري ولكذا أما فرنسا كدولة كمصالح كحقها في جار على الراس والعين وغيرها وغير الدول مراد نعم محسطين عملناهم حول مسارك تاريخي نخرجوا بصورة مراد دهينا رجل متزن ما هوش إسلامي فينا المو بالمفهوم 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 تعال الشيطانات نعم هذا مو هذا الإسلامي أنت تقول لنا نمشي الوعاء الماركسي باش نصير البلاد كوري ما لا وغيره ما غيره سمعت يعني مشي تبعيد حتى ممكن في نظر الإسلاميين المتطرفين راح أعطيك حتى نقطة أخرى سيا هيشام كان أخ سميه أخ حقيقي بالمصدفة أب فانقولك على أب جاة واحدة صادفة تلاقينا اسمه صادق حجرس الأمين العام السابق رحمه الله لا ما زال حي وراني نتواصل معه باستمرار لا يطوله في عمره يعني من صلب الكفاح الوطني مؤسس الحزب الشيوعي الجزائري وكان أمين عام الباكس والحزب الاشتراكي التناغم اللي بينه والمشاورة والاحترام مشايلة مدى بعيد وغاب على السحة تماما لا مسكين كبر أنا أتصل به حتى في هذه الأولى أتصل به وأتشاور معه وحقيقة احترام استغفر الله احترام كبير وتناصح كبير في فرنسا عايش في فرنسا وكان عايش لأسباب عائلية في اليونان ورجل صادق توجهه الشيوعي من الفهم الفكري الاقتصادي وتكلمنا مواد طوالا ونقول لك كلمة وصلنا لها هو اللي قال قال يشوف انتا يقولوا عليك إسلامي وأنا يقولوا عليك يا الشيوعي لأنا هادرو في أمور واقعية وكذا لليوم ما زل ما فهمش شو هو الفرق قلتوا ناثاني والله ما فهمت حقيقة لنا كي تكون الصدق وحب الخير للبلاد وتجيبي صدق تسيبوا روحكو في نفس الخلق ترقام بعد اودي اودي الكاس هذا بيض ايه بيض ايه خلاص تسيبوا روحكو في نفس الخلق نعم لأما إذا كان عجاي بنية وباش كيما يقول نحش لك رجلك وعندي أطماع وانا نيتي في في الأرض وباش ندير كذا وباش نرتاشي تقدر تجيني باللحية أنا نعرف الواقع بلحيتك وخطاب إسلامي وانت أقذر الناس أقول أقذر الناس وشفنا أمثلة وقد واحد يجيك بصفة علماني ولا سميه واش تحب وتراه أنظف الناس واللي ممكن تخلي عنده كما يقول وليدك ما تأمن عليه تأظن بهذا الحكاية تأك مع صدق هجرس خلاصة إتنا الصورة الحقيقية موراد دهينة والجزائر التي نوريدها والجزائر التي نوريدها نعم شاء الله شكرا